قال كان يحيى بن سعيد يجالس ربيع فاذا غاب ربيعه حدثهم يحيى احسن الحديث من يحيى من يحيى يحيى قرينه في العلم يحيى بن سعيد الانصاري الذي ترجمنا له قرينه في العلم ومع ذلك يجلس يحضر عنده فاذا تأخر الشيخ ربيعه والطلب موجودون قام ليشغل الاوقات بتدريسهم يحيى بن سعيد الانصاري وكان كثير الحديث وحدثهم احسن الحديث فاذا حضر ربيعه بعدما تأخر كف يحيى اجلالا لربيعه توقف عن الكلام اجلالا لهذا العالم وليس ربيعه سن منه في السن ليس اكبر منه وهو في ما هو فيه وكان كل واحد منهما مبجلا لصاحبه هذه مهم جدا مبجلا لصاحبه هذا يدل على ان العلماء بينهم بينهم شيء مهم وهو 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 تكامل تكامل يكمل بعضهم بعضا هذا شيء مهم حتى تمشي الدعوة الى الله وقبل حوالي خمسة وعشرين سنة اعلن عن درس لشيخنا مشهور حسن وفي نفس الوقت اعلن في نفس اليوم عن درس لشيخنا علي الحلبي فعندما وصل الخبر لشيخنا علي الحلبي قال ايه مدام اخونا مشهور له درس في هذا اليوم فانا اتوقف عن الدرس وعندما وصل الخبر لشيخنا مشهور حسن قال ايه الشيخ علي عنده درس انا اتوقف عن الدرس اثنين وقفوا لا احذرنا عندها ولا احذرنا عندها اياما ما في واتساب تقول لي كان بلغوا بعض بالخلويات ما في تلفون ارضي ادوب فيه والتناقل كان بين الاخوة والشبابة انا لحكت الشيخ علي قال لا وقفت الشيخ مشهور ما وصلني قال له موقف فاثنين ايش اوقفوا الدرس تبجيلا لبعضهم بعضا هكذا هم طلبة العلم واهل العلم بينهم تكامل بش والله لماذا لي دخل انا اعلنت الدرس بده علي الحلبي غير غير بده مشهور حسن غير هذا ما في منه الكلام هذا ما في كان بينهم تكامل اخوة محبة وعندما كنا مرة في درس شيخنا علي الحلبي فاذا بالشيخ مشهور حسن يدخل وكان بينهما موعد فاذا بشيخنا علي الحلبي يكمل تتمة الدرس على عجله ثم يقول ونسمع من اخينا مشهور حسن كلمة توجيهية لطلبة العلم فاجأوا لا كان بينهم تحضير ولا اتفاق فقام شيخنا مشهور حسن وقال يا جماعة انتم في نعمة ان انثال الشيخ علي يدرسكم من كتاب وبالتالي يشرح لكم غامضة ويعلمكم اين تقفون واين تعلقون وماذا تقبلون وهكذا فحتى عندما قدمه حصل بينهما تكامل وثناء هذا ما يريده وكان كل واحد منهما مبجلا لصاحبه تهلم تهلم